كبار المدربين حول العالم طبعا على رأسهم جورديولا مدرب منشستا سيتي اللي قال كلام الحقيقة يعني يحترم جدا وكلام زي الفل في حق النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وثقل النادي الاهلي وبمناسبة ده الإشادة العالمية بالنادي الاهلي امبارح جياني انفنتينو رئيس الفيفا هنأ النادي الاهلي بتأهله للمونديال الاندية عشرين خمسة وعشرين وقال من خلال فيديو هو شيره على حسابه وعلى موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قال فيه تهانينة للنادي الاهلي لتأهله الى كأس العالم للاندية الجديد في عام عشرين خمسة وعشرين في الولايات المتحدة الامريكية تعالوا عموما نتابع معكم هذا التقرير والفيديو ونشوف ايه اللي تقال فيه ونرجع نكمل الكلام تفضل شكرا للمشاهدة 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 طولات والجوالات اللي كانت لينا مع رموز ونجوم هذه القارة في الفترة الاخيرة ولا سيامة في النسخة الاخيرة من كأس العالم للاندية طبعا حاجة تدعو للفخر ان الناديك هو النادي يعني صاحب الانجازات وصاحب الارقام ترجمة نانسي قنقر